مرحبا مواليد برج الحوت معكم كارمي شماس كيف بده يكون الأسبوع من الثانية 27 نوفمبر للأحدث 3 ديسمبر شوفي عنا بهيدا الأسبوع نحن طبعا موجودين بزمن الشمس ببرج القوس يعني بالبيت العاشر المسئوليات ويمكن الواجبات ويمكن الاهتمامات والأمور المهمة هيدا الشيء أنا حكيت عنه ببرجكم الشهري بشهر نوفمبر يلي ما سمع برجه يرجع يسمعه مجددا شوفي عنا بهذا الأسبوع كيفية الأحوال الفلكية الثانين والثالثة الأمر ببرج الجوزاء في عنا اكتمال للأمر في برج الجوزاء وذلك الثانين 27 نوفمبر بتمام الساعة 11 وثلث صباحا توقيت بيروت الشتوي هيدا الفترة الثانين والثالثة هي فترة متطلبة لأنه اكتمال الأمر هو في البيت الرابع يعني في عنا احتمال أنه فيه أمور عائلية شخصية عم تتطور فيه شوية ضغوط فيه شوية تقاطع في متطلبات الحياة الحياة المهنية الدراسية الميلي والأمور الشخصية المنزلية العائلية الميلي أخرى بدنا نعارف ننظم الأمور الأولويات بشكل أنه ولا جهة من هالجهتين تتأثر أو تأثر على الجزء الآخر طبعا لأنه فيه اكتمال للأمر بالبيت الرابع يعني فيه احتمال أنه تكون الأمور العائلية المنزلية والأخرى هي يلي عم تطلب منكم اهتمام بسبب ظرف أو مسألة مهمة عم بتصير مش بالضرورة تكون سلبي فيها تكون إيجابية مثل انتقال إلى بيت آخر مثل سفر مثل مسألة حلوة بالبيت احتفال أو مثلا يمكن تكون بسبب كمان خلاف أو بسبب حل مشكل أو يمكن عم بيع أو شراء عقار مثلا فيها تكون شو ما كان المهم تتعاملوا مع الأمور بهدوء وبرواء تذكروا أنه فيه مربع مع برشكن الأربعة الخميس والجمعة من الأربعة الساعة تسعة صباحا توقيت بيروت الشتوي حتى الجمعة ستة المساء توقيت بيروت الشتوي الأمر موجود ببرش السرطان هي فترة جميلة وحلوة جدا بتساعد مواليد برش الحوت في هذا الأسبوع إلى ترتيب الأمور إلى إدارة الأمور بشكل أفضل بينبسطوا بترتاحوا نوعية وقت ممتازة فيها حزوز هذا الحظ الموجود بالأمر لما الأمر بيكون ببرش السرطان رح بيساعدكم مهنيا واجتماعيا وعائليا على حل حالة المشاكل يلي يمكن عشتوها تانين وثلاثة تذكروا ما تنسوا أن الشمس الموجودة بأعلى نقطة بدائرة الفلكية فيها يكون وجود إيجابي جدا ومهم جدا بيجي الأمر مثلث مع برشكم بيعطيكم طاقات هائلة لحتى تنجحوا وحتى تتفوقوا ويصير في نجاح باهر لذلك فيكن تتأملوا خير فينا نقول من فترة وجود الأمر في برش السرطان الجمعة المساء ساعة ستة المساء توقيت بيروت الشتوي بيروح الأمر لبرش الأسد وهو البيت السادس بالنسبة لكم سبت أيضا والأحد فترة وجود الأمر في برش الأسد الناري هي فترة شغل ومتطلبات من بعد ما صلحتوا وزبطتوا ورتبتوا أموركن وشحنتوا حالكن بتأثيرات حلوة وبنفسية وتفائل لما الأمر كان ببرش السرطان حان الوقت لحتى عطلة أسبوع ترجعوا تواجهوا الأمور بواقعية وتذكروا أنه التنين والثلاثة المقبلين أربعة وخمسة بدأت رجعوا الأمور تتغير والأمر رح بيكون ببرش معاكس لألكم فبدنا ننتبه فترة وجود الأمر في برش السرطان هي فترة ثمينة جدا مهمة جدا تشتغلوا عليها استثمروها لحتى تشيلوا من دربكم أربعة أيام لقدم بجميع الأحوال لا يوجد سلبيت فقط أنا عم بعطيكم صورة عن نوعية الوقت لحتى تعرفوا تختاروا أوقاتكم لأعمالكم المهمة وغير المهمة زحل معقول يكون عم بيديق شوي هذا الأسبوع بعد الأحيان موليد 20 و21 شباط فبراير تابعوني مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي